اشترك معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى وهدفا رئيسا لها خلال التعامل مع فيروس كورونا وحرصت على مواجهة كافة التحديات التي سببتها الجائحة بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ودعم الاقتصاد الوطني وأضاف معاليه أن مملكة البحرين وصلت جهودها للحد من انتشار الفيروس من خلال اتباع استراتيجية التتبع الفحص والعلاج والهادفة إلى سرعة اكتشاف الحالات وسرعة علاجها ما أسهم في سرعة تعافيها وأكد معاليه أن الجهود قائمة ومستمرة عبر فرق عمل لإطلاق العديد من المبادرات التي تصب في صالح الوطن والمواطن وقال معاليه إن مملكة البحرين عملت بكل حزم من أجل حماية الأفرار والشركات وإسناد القطاعات الأكثر تأثرا جراء الجائحة بما يؤكد الحرص على مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة جراء انتشار فيروس كورونا وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تحقيق التعاون الدولي المشترك للتغلب على تبعات هذه الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بما يعود بالنماء على الاقتصاد العالمي وأشار معاليه إلى أهمية اعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات المستقبلية للتغلب على تبعات التحديات وذلك من خلال تنويع مصادر الإرادات الحكومية بعيدا عن عائدات النفط وضمان الكفاءة العالية للإنفاق على البنية التحتية ونوه معاليه بأن جائحة كورونا أكدت على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة لتسهيل الوصول إلى المعلومات وزيادة فرص التعليم والعمل ترجمة نانسي قنقر